ومازال بنفس الأهمية بالنسبة للنظام الغربي أو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طبعاً طبعاً العالم الغربي كيف يتصرف مع الأنظمة يعني مثلاً نظام بشر الأسد ولا غيره ولا نظام الإيراني هو ليس على علاقة شخصية أو محبة شخصية بالنهاية هذه أنظمة فراجماتية هي تريد مصلحتها هذا النظام يؤمن لها مصلحتها الآن إذا كان مصلت إلى لحظة كان هناك بديل يعني وأفضل ويلبي ربما هذه المصالح أكثر نعم هم الذين سيقومون بتغيير هذا النظام يعني كما حصل مع صدام حسين من قبل والآن بشر الأسد لماذا حتى الآن لم يغير لأنه حتى الآن ليس هناك بديل عن هذا النظام بهذه الصيغة صيغة أقلوية تحكم في دولة لها حدود مشتركة مع الكيان الإسرائيلي وتكون تقدم ما يقدمه النظام السوري وبالتالي نفس الشيء بالنسبة للنظام الإيراني ليس هناك حتى الآن بديل عن النظام الإيراني وليس هناك أصلا طرح أو بحث عن بديل لأن هذا النظام يقوم بدوره وزيادة لكن معنى هذا الكلام دكتور محمد إنه لو انتقام محمد يا رجل